بسم الله الرحمن الرحيم من الحاجات اللي بقدمه لنا البيم كويس جدا الموضوع ان كذا واحد يقدر اشتغل على نفس الملف في نفس الوقت وذيش نحن كتير بالتفصيل وهي انه بقى في ملف سنترل على السيرفر وكل واحد فينا لما بيجي يفتح اوتوماتيك بيختار اعمل لي ملف لوكل فهي بقى في ملف لوكل عندي على الجهاز بتاعي وكل شوية بعمل سنكالزيشن يعني بعمل ايه بسيف شغلي على ملف السيرفر وباخد اخر شغل على السيرفر على الجهازي يعني بحدث ملف اللوكل اللي عندي وبصيف على لوكل تمام طيب من دمنا الحاجات الكويسة اللي ممكن واحد تسفاد منها ايو انت بتقول لسنكالزيشن ادام اضافي سيتنج هتلاقي هنا كومنت ده انت ممكن تكتب اي حاجة انت عايزها بحيس يعني مسلا في اي حاجة عايز تفتكرها بعد كده بتحتفظ بيها تمام ده كومنت ده بيبقى موجود في الهيستوري بتاع الملف تمام يعني عايز تشتن بقى في اي حد عندك اي حاجة عايز تكتبها اا متداي من اي حد تقدر تكتبه انت عايزه تمام اي كومنت ات عايزه تمام وهتقول له اوكي فهو يعمل سيكالزيشن ممكن بقى في اي وقت مسلا عايز تشوف الهيستوري بتاع المشروع فبتقول له شو هيستوري نقل بريت وتختار الملف اللي انت عايزه وتقول له اوبن فهيبدا يقول لك كل واحد عمل تعديلات ايه ده مفيش حد يوش عمل افرده غيري تمام هو ده ملف عند عايزه وممكن تقول له بعد كده اكسورت وتصدر الملف دوت بحيس تقعد تقرأ كده براحتك وتشوف كده لو في حد ما وصفينيشها تمام وتخسام له اشتركوا في القناة